إلا أن الله سبق منه القول أنه لا يغفر أن يشرك به كقاعدة كما قلت عشان نظل مخنا مرتب كقاعدة أما في الأحوال والأعيان والأفراد فالأمر موكل لمن؟ لحكم الله ومشيئته ورحمته لا أحد منا يستطيع أن يجزم بهذا لذلك طريقة العبد الفقير وعساء الله اللي أكون أخطأت في هذا أنني أحتمل يوم القيامة تلاقي قدامك ستيفن هووكينج سابقك للجنة ومات ملحد وألف آخر شيء في الإلحاد تلاقي قدامك نيتشي سابقك للجنة تشي جيفارا وقلنا كيف احتمال واحتمال من أهل النار كل قائم لا ندري لكن تقول لي مجرد ومجرد فيه احتمال وعندنا الأدلة اليوم هي سخنة بعضها بعض الأدلة التي تفتح بابا أمام هذه الاحتمالات وهذا مقتضى الرحمة الكبيرة التي وسعت كل شيء ومقتضى تسعة وتسعين جزءا من الرحمة التي ادخلها الله وأمسكها يرحم بها عباده يوم القيامة لا إله إلا هو هذا مقتضى ذاتية رحمته لا إله إلا هو وفعليا عذابي ونقمته وسخطي مقتضى أشياء كثيرة هكذا ينبغي أن نفكر فالقضية قريبة بإذن الله ليس خطيرة أن المسيحيون واليهود ليسوا مشركين هم أهل كتاب فغير داخلين إذن في النهي المفهوم من آية التوبة أعتقد 113 لقمها من بعد ما تبين لهم 113 التوبة غير داخل هذا فريق ثاني الله تحدث عن المشركين ما تحدث عن ماذا؟ عن الكتابيين وموضوع الرحمة والمغفرة موضوع آخر موضوع آخر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم